ماذا ندعو الناس؟ كخليفة بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالآيات والرواية المتواترة وغيرها اللي في الغدير موجود بعضها والمراجعات وما أشبه ذكر بعضها أيضا إشارات إليها وليالي بشاور وغيرها وهذه طريقة مباشرة أقول طريقة غير مباشرة إذا ضمت إلى الطريقة المباشرة حقيقة ستجدون أن الناس يدخلون في دين الله أفواجها ورأيت الناس يدخلون في دين الله شنو الطريقة غير مباشرة؟ تكتب كتاب في علم الإدارة متطور متطور بحيث الغربي يخذع له بس يحتاج تشغل تنطلق فيه من رواة علي بن أبي طالب صلى الله عليه وعليهم أجمعين مو بالضرر واحد يبدأ ويتكلم عقديا هو هذا يكفي يوصل لنور كلام الأمير عليه السلام اللي فطرة نقية رح يحتدي تكتب كتاب في علم الاقتصاد وفرض مثلا كلمة قيبة وكل مرئن ما يحسن صدق معجزة هذه الكلمة يعني واحد يتكلم عنها خمسمائة محاضرة بعد قليل معجزة معجزة بما للكلمة من معنى في جزالتها وفي عمقها وقوتها وما تشوف لا يأتيها الباطل كالقرآن الكريم بعد القرآن الكريم لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها قيمة كل مرئن ما يحسن أو ما يحسنه إذا واحد يكتب كتب في علم الاقتصاد في علم السياسة في علم الإدارة في علم الحقوق في علم التربية علم التربية علم متطور جدا وين كتبنا نحن في علم التربية الغربين قاتبين ألوف إن لم نقل عشرات الألوف من الكتب علم تربية الطفل المستويات المختلفة من الناس وتنطلق فيها من رواياتنا بس واحد لازم يكون محيط بالثقافتين ويكون عند ذهن خلاق يستطيع أن يستنبط من الروايات والآيات وما أشبه هذا أفضل طريقة للدعوة أفضل طريقة للدعوة ترجمة نانسي قنقر